لا يجب أن يكون القضاء جزءا من الحل لاحظنا أن القضاء دائما يتدخل ويبدي رأيه في كثير من القرارات حينما تم تمرير قانون الأمن الغذائي الكل يعلم أن هذا التمرير جاء مخالفا للدستور والقوانين باعتبار أنه فيه جنبة مالية والمشروع جاء بمقترح من مجلس النواب لهذا خالف تبسير المحكمة الاتحادية سابقة ولكن المحكمة الاتحادية غضت النظر واستمر إلى حينما تم إقرار هذا القانون وتم المصادق عليه لماذا؟ لأن القضاء العراقي شعر بأن الوضع ربما يصل إلى حادة الفوضى لأن الحكومة أعلنت أنها غير قادرة على تأمين الغذاء بالنسبة للمواطن ولا الخدمات لهذا المحكمة الاتحادية لم تتعامل قانونيا مع هذا القانون وإلا كان من المفترض أن يتم نقض هذا القانون ومن ثم تفيد هذه الفرصة ترجمة نانسي قنقر